موسيقى بعد احتلال دام ثلاثة سنوات الموصليين يحتفلون بتحرير مدينتهم من احتلال داعش الهدوء يخيم على جنوب سوريا مع دخول الهدنة حيز التنفيذ القوات الليبية تنفذ عمليات تمشيطاً واسعة في بنغازي بعد تحريرها من الارهاب اهلا بكم مشاهدين الى نشرة اخبار اليوم عقد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اجتماعات مع كبار القادة العسكريين خلال زيارة قام بها للموصل القديمة لتفقد سير المعارك للداعش وقال العبادي ان الحكومة تولي اهمية كبيرة لاعادة اعمار المدينة تصريحات العبادي جاءت بعد ساعات من اعلان قوات مكافحة الارهاب استعادة السيطرة على منطقة الميدان في المدينة القديمة والوصول الى ضفة نهر دجلة في الاثناء وبينما وصلت قوات خاصة الى ضفة النهر اخر معقلة للمتشددين في المدينة القى مقاتل داعش بانفسهم في نهر دجلة محاولين الفرارة من الاجهزة الامنية وفق ما ذكر المتحدث باسم الجيش العراقي ضجت شوارع الموصل باحتفالات شعبية اثر خروج الاهالي فرحا بتحرير مدينتهم بالكامل من احتلال داعش الذي امتد لنحو ثلاث سنوات وتجمع مئات المواطنين من اهل الموصل في ساحة الاحتفالات في منطقة تسمى بمنصة المجموعة الثقافية وهي المكان الذي استعرض فيه داعش مقاتله وآلته المسلحة منتصف حزيران يونيو سنة 2014 الماضية ونقل مراسل اخبار الان فرحة الموصليين بتحرير مدينتهم من احتلال هذا التنظيم الارهابي في وقت متأخر من المساء حيث اشهدوا بالجهود التي بدلتها القوات العراقية على مدى اكثر من ستة اشهر لتحرير المدينة وسكانها من ظلم داعش وقمعه هنا نحن في منطقة المنصة القريبة من منطقة المجموعة الثقافية منطقة الجامعة ونفس هذا المكان عندما دخل داعش استعرض هنا في هذا المكان مع احتلاله للمدينة واليوم نشاهد الالاف من اهالي الموصل يحتفلون بتحرير مدينتهم مدينة الموصل مع اكتمال تحريرها هذا اليوم الالاف من اهالي الموصل يتوفدون الان إلى هذا المكان بعد اعلان بيان النصر وخطاب النصر في هذا المكان افراح كبيرة هنا هناك اطلاق لالعاب نارية العالم العراقي مرفوع في كل مكان السلام عليكم الله الحمد لله تحررنا خلصنا من ظلم داعش شرقوات الأمنية إن شاء الله الله ينصرهم على داعش خلصنا منهم حيل الحمد لله رجعت الموصلة العراقية وماهزنا الهزيز وإن شاء الله كل من يتحدى على أرض العراق يتلقاها إن شاء الله إن شاء الله في الفترة القادمة ما بعد التحرير شم حضرين أنتوا للمدينة إن شاء الله إن شاء الله نحن خدام من مدينتنا مدينتنا عانت ما عانت ونحن خداما ونحن شباب إن شاء الله والشباب كلها ببالة أجل تسوي إن شاء الله مشاهدين مثلما تلاحظون الألعاب النهرية هناك احتفالات كبيرة بألعاب نهرية إن شاء الله نخلص منظلم داعش وبعد مشوق داعش خلاص الله يصر قوات الأمنية على اليوم إن شاء الله على راح سلح ملك مشاهدين مثلما تشاهدون هناك فرحة كبيرة للأهالي والشباب هنا في مدينة المصر إطلاق لألعاب نهرية أيضا من المؤمن أن تستمر احتفالات هنا في مدينة الموصل لساعات الليل طوال هذه ساعات الليل هذا الليل مع إعلان تحرير مدينة الموصل بالكامل بإمكانكم أن تشاهدوا فرحة الأهالي اكتسبت معركة تحرير الموصل أهمية كبيرة بالنسبة لمختلف الأطراف العراقية والإقليمية والدولية المهتمة بالأمر لأن إنجاز هذه المهمة يعني لهم إعادة سيطرة الدولة العراقية على ما تبقى من الأراضي التي احتلها داعش والقضاء على آخر معاقله وإسقاطه عمليا في الساحة العراقية تفصيلات أوفى مع الزميل أحمد رحاوي لعل أهم ما يمكن أن يظهر في الموصل من تحديات بعد التحرير يتمثل في أنه قد تبرز صعوبات في مسألة إدارة المحافظة نتيجة لما قد يتصاعد من خلافات بينية قومية وطائفية بسبب التنوع العرقي والإثني في هذه المحافظة التي يتوزع سكانها من الناحية القومية بين عرب وأكراد وتركمان وأشوريين وشبك ومن الناحية الدينية تتوزع بين مسلمين سنة وشيعة ومسيحيين وإيزيديين أيضا يشكل موضوع إعادة الإعمار في المناطق المحررة ملفا شائكا ومعقدا في ظل تراجع أسعار النفط وكلفة الحرب التي تخوضها القوات العراقية لتحرير المناطق التي احتلها داعش هذا فضلا عن مشاكل الفساد المالي والسياسي المستشرية يتطلب وضع ما بعد التحرير تقديم مساعدات إنسانية كبيرة وغاجلة للسكان ممن بقوا في المدينة وممن نزحوا منها يشكل أيضا توفير الأمن وضمان عدم عودة النشاط لتنظيم داعش أو أي جماعات إرهابية أخرى إلى المناطق المحررة يشكل قضية ملحة تتطلب معالجات عسكرية وسياسية واقتصادية وثقافية وإعلامية تشترك فيها جميع الأطراف الحكومية والشعبية وكانت قوات الشرطة الاتحادية ورد السريع العراقية أنهت مهامها في تحرير المناطق المكلفة بتطهيرها من داعش في الموصل ومن ضمنها المدينة القديمة وبعد يوم من إنهاء هذه القوات مهامها أقامت استعراضا عسكريا في الموصل معلنة النصر على تنظيم إرهابي احتل الموصل لنحو ثلاث سنوات مراسلنا وسام يوسف والمزيد من خطوات هذه الطفلة يبدأ مستقبل جديد للموصل بعد تحريرها من داعش وهي تشارك بالأمل الذي تحمله مقاتلي قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع احتفالاتهم في تحرير مدينتها حيث أقاموا استعراضا عسكريا بمناسبة انتهاء المهام التي يكلفوا بها بالجانب الغربي من الموصل إن شاء الله ما هي إلا ساعات أما سيعلن النصر النهائي في مدينة الموصل من قبل قواتنا الأمنية الصديقة الأخرى جهاز مكافحة الإرهاب والجيش العراقي أما الشرطة الاتحادية فأعلنت تحقيق وإنجاز مهمتها يوم أمس أحياء مهمة عدة حررها مقاتل الشرطة الاتحادية في الموصل كان أهمها مطار الموصل ومنطقتين الطيران والجوسق إضافة إلى مبنى محافظة نينوى في منطقة الدواسة ومناطق عدة من الموصل القديمة قاتلين كلها فرحانة اليوم وتم تحريرها بالكامل الحمد لله والشكر ونسوان وأمهاتنا العراقيات اللي عندهم شهداء هاي الفرح لهم الحمد لله والشكر تم تحرير الموصل بالكامل ومعد نشي الحمد لله أكبر المعارك وأشرسها خاضتها قوات الرد السريع والشرطة الاتحادية العراقية في أزيقة السابع عشر من تموز والمجمع الطبي في منطقة الشفاء إلى الشمال من الموصل القديمة حيث تم قتل الكثيرين من قيادات داعش هناك إن شاء الله إحنا ماضين ومستمرين بعملنا وهذا اللي جاني قدمه مثل ما جاي طلاحة خناتكم وقرة هاي كراديس النصر مبتهجة في هذا النصر تقدمها الاحتفال هذا لأن إحنا تعرف كقوة أمنية صارنا فترا نقاتل بهم ومن حقنا بنفرح حالنا حال باقي القوات الأمنية وإن شاء الله إن شاء الله ما كل فترة قليلة إن شاء الله حسبت ساعات ويعلن النصر عن طريق قيادتنا الحكيمة إن شاء الله المعركة لإنهاء احتلال داعش قد انتهت في مدينة الموصل وحققت القوات العراقية انتصارا كبيرا فيها حيث كانت تعد عاصمة التنظيم أما الآن فالقوات العراقية تستعد للانتقال في معركتها مع داعش إلى منطقتين تلعفر والحويجة التي من المؤمل أن تنطلق خلال الأيام المقبلة عضو مجلس النواب العراقي عن الموصل انتصار الجبوري قالت إن إعادة إعمار مدينة الموصل بعد تحريرها من داعش يحتاج إلى همة كبيرة ومساندة دولية وناشدت في لقاء مع أخبار الآن مساعدة أهل نينوى في إعادتهم إلى مدينتهم نحطهم الدمار الذي عمى في الجانب الأيمن كونها مدينة قديمة ومتقاربة وأثرت بها العمليات العسكرية تأثيرا كبيرا هدمت البيوت، هدمت المستشفيات، هدمت الجسور هدمت البنة التحتية للجانب الأيمن وأغلب محافظة نينوى واليوم نحتاج إلى همة كبيرة إلى مساندة الدول الآن نحتاج إلى حملة دولية لإعادة إعمار محافظة نينوى حملة من الأشقاء العرب من دول القريبة المجاورة ونحتاج إلى أن يسندون في إعادة محافظة نينوى وإعادة البنة التحتية إعادة الجامعات إعادة المستشفيات الجسور الشوارع أنا ممثلة عن الموصل والآن أناشد العالم وصرخة من قناتكم إلى مساعدة أهالي محافظة نينوى سواء بالإعمار أو بإعادة تأهيل الأهالي إعادة النازحين لا يمكن أن أتكلم ونتكلم نحن جميعا عن إعادة نازحين دون إعادة الإعمار دون بناء بيوتهم دون تعويض الضحايا دون أن يكون هناك خدمات بناء تحديات جسور مستشفيات هذا النازح عانى ما عانى في المخيم قبلها عانى بسيطرة داعش عليه وأذاقه أمر العذاب فاصل قصير ونواصل نرشتنا ابقوا معنا أهلا بكم من جديد وصل وفد المعارضة السورية إلى جناف تمهيدا للمشاركة في الجولة الجديدة من مفاوضات جناف برعاية الأمم المتحدة يتضمن جدول أعمال المفاوضات التي تنطلق اليوم بحث قضايا الحكم الانتقالي والانتخابات والإرهاب والدستور وأملت المعارضة السورية أن تؤدي المفاوضات إلى تقدم عن طريق حل سلمي للأزمة السورية قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب سوريا ما زال متماسكا بعد ساعات من سريانه وأكدت مصادر ميدانية توقف الاشتباكات بين الجيش الحر وقوات الأسد والميليشيات الموالية لها كما غابت الطائرات في محافظات درعا والقنيترا والسويداء بعد بدء سريان الهدنة منذ ظهر السبت وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والأردن توصلوا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وعدم التصعيد بهدف تمهيد الطريق أمام هدنة أوسع وأكثر تمسكا إذن دخلت الهدنة التي رعتها الولايات المتحدة وروسيا والأردن في جنوب غرب سوريا حيز التنفيذ بعد لقاء رئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركتهما في قمة مجموعة العشرين أبرز التحديات وردود الفعل حول الهدنة في التقرير التالي بعد اجتماعات غير معلنة بين واشنطن وموسكو بشأن سوريا تمخضت هذه الاجتماعات عن هدنة في جنوب سوريا أعلنت على هامش قمة العشرين بعد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق يسعى إلى تأمين وصول المساعدة الإنسانية وإقامة اتصالات بين المعارضة في المنطقة ومركز مراقبة يجري إنشاؤه في العاصمة الأردنية ويرى محللون أنه في حال تزمى نظام الأسد بالهدنة فإنها ستكون خطوة فعالة في مجال مكافحة الإرهاب بحيث تتركز جهود المعارضة في محاربة التنظيمات الإرهابية كداعش والقاعدة وتعقيبا على اتفاق وقف إطلاق النار قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إن أهداف الولايات المتحدة وروسيا في سوريا متطاوقة تماما أما مستشار الأمن القومي الأمريكي اعتبر وقف إطلاق النار أولوية أمريكية وخطوة مهمة لتحقيق السلام وقال إن أمريكا لا تزال ملتزمة بالقضاء على تنظيم داعش والمساعدة على إنهاء الصراع في سوريا أما الأردن أحد الضامنين للهدنة فقد صرح عبر وزير شؤون الدولة محمد المومني أن الدول الثلاث أكدت أن هذه التاتيبات ستسهم في إيجاد البيئة الكفيلة بالتوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة كما أكد التزام الأردن بالعمل على حل سياسي عبر مسار جينيف بما يضمن وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها من جانبها رحبت الأمم المتحدة بالاتفاق وقال مبعوثها في سوريا ستيفان ديمستورا إن وقف إطلاق النار يدعم العملية السياسية في البلاد ورأى بأنه تطور إيجابي يذكر أن المناطق التي يشملها وقف إطلاق النار هي محافظة السويداء ودرعا والقنيطرة قال مبعوث رئيس الأمريكي للتحالف الدولي ضد داعش بريت مكجورغ إن داعش بات محاصرا في الرقة مضيفا أن التنسيق الجوي مع روسيا سيساعد في تسريع القضاء على داعش في سوريا داعش الآن معزول تماما ومحاصر في الرقة نعمل على التنسيق الجوي مع روسيا وهو ما سيساعد على تسريع وتمكين الحملة الشاملة ضد داعش التي تسير على ما يرام أعتقد أن خبر الأمس له أهمية بالغة خاصة بعد لقاء هامبورغ الذي جمع الرئيس ترامب والرئيس الروسي بوتن واتفقنا مع حليفنا الأردني على ترتيب وقف إطلاق النار جنوب غربي سوريا أكد وزير الخارجي السعودي عدل الجبير أن بلادهم مستمرة في مقاطعتها لقطر مدام تدعم الإرهاب وتمول تنظيمات في المنطقة وفي تصريحات على هامش مشاركته في قمة هامبورغ في ألمانيا قال الجبير إن محور الأزمة ما بين الدوحة وجيرانها العرب يتلخص في صلتها بالأفراد المتطرفين الذين تؤويهم داخل أراضيها أكد السيد اسماعيل يون الكاتب والأستاذ الجامعي الأفغاني ورئيس قناة الشمشاد الأهلية على التدخل الكبير الذي تقوم به إيران في أفغانستان فيما يتعلق بتمويل عدد من القنوات التلفزيونية وذلك لتحقيق مزيدا من التغلغل في النسيج الأفغاني وإثارة الخلافة الطائفية التي من شأنها تهديد استقرار أفغانستان المتراجع بسبب تدخلاتها وضعف الحكومة من جهة وتعاونها ودعمها لطالبان في المناطق الغربية الجنوبية من جهة أخرى مستغلة الرداء المذهبي ذريعة لتحقيق مصالحها إيران تمول قنوات تلفزيونية كثيرة في أفغانستان وتثير الخلافات الطائفية وهذا تهديد كبير لاستقرار أفغانستان دعم إيران لطالبان ليس بسبب حبها وتعاطفها مع طالبان بل هي تريد بذلك زعزعة الاستقار في أفغانستان هناك شواهد كثيرة في المناطق الغربية الجنوبية الأفغانية تدل على تعاون كثيف بين إيران والطالبان إيران لديها مصالح استراتيجية ومخططات مذهبية هنا في أفغانستان تصريح حسن روحاني الأخير قبل أيام بأن بناء السدود في أفغانستان غير مقبول لنا مؤشر بأن طهران يزعجها أي تطور في أفغانستان إيران يهمها التوسع المذهبي ونشر الثقافة الفارسية وهي تستغل الرداء المذهبي ذريعة لتحقيق مصالحها وتمول قنوات تلفزيونية كثيرة من أجل إثارة الخلافات الطائفية مما يشكل خطرا كبيرا لاستقرار أفغانستان المستقبلي وهي أيضا تدعم طالبان بالسلاح والعتاد ولأن الحكومة الأفغانية تمر بمرحلة ضعف تستغل طهران هذا الضعف لتعزيز قدرات طالبان هذا إلى جانب لوبي إيراني منتشر في أروقة الحكم وفي البرلماني هنا في أفغانستان بعد الإعلان عن تحرير مدينة بنغازي ضعفت القوات المسلحة الليبية جهودها في تمشيط المناطق المحررة من مخلفات الإرهاب هذا وحذرت القيادة العليا المواطنين من خطورة الوضع في الصابر وسوق الحوت وعدم الذهاب إلى منازلهم إلا بعد الانتهاء من عمليات تمشيط وتفكيك الألغام مزيد من التفاصيل مع الزميل جمال العريبي لا يزال الطريق غير آمن داخل الأحياء المحررة في مدينة بنغازي فالجماعات الإرهابية غالبا ما تقوم بتفخيخ الأماكن التي تتراجع منها الجيش الليبي اليوم أمام مهمة صعبة وهي عملية تمشيط المدينة من مخلفات داعش ومن الفخخات وألغام أو ربما حتى من بعض أفراد داعش الهاربين وهذا ما حصل بالفعل اشتباكات مع قناص كان يتخذ من إحدى المباني مخبأ له ما هي إلا لحظات حتى أردته قوات الجيش الليبي قتلا استطاعت وحدات الجيش الليبي من تمشيط مساحات واسعة من المناطق المحررة من داخل مدينة بنغازي حيث تمكنوا من تفكيك ما يفوق عن ثمانين مفخخة يأتي هذا وسط تحذيرات أطلقتها القيادة العامة لصالح المواطنين بعدم الذهاب إلى بيوتهم في منطقة الصبر وسوق الحوت إلا بعد انتهاء من عملية تمشيطها وطمان العودة الآمنة إلى الأهل بسم الله الرحمن الرحيم نهني جميع أهل بنغازي وليبي عامة من تصالحات الجيش الليبي جازمهم خاصة عند دول الفير برفقة القوات الصعقة والبحرية وجميع كتاب العسكرية اللي بالصابري ونهني أهل بنغازي ونقوله مبروك عليك أم الصابري نحيي أفضل القوات المسلحة والقوات المساندة لتحريرهم بنغازي والعمل اللي قاموا بيه الجبار ونحن في مدينة بنغازي إن شاء الله هي لبلة تحرير ليبيا بالكامل من هؤلاء الشرادم المعركة العسكرية انتهت وبدأت معها معركة أخرى في بنغازي ومرحلة جديدة في المدينة بعد القضاء على الإرهابيين مرحلة تتولاها الأجهزة الأمنية في بنغازي لتمشيط كل أجزاء المدينة من أي إرهابي وعودة كامل المؤسسات الأمنية وتأمين المنطقة من أي خلايا نائمة أو جيوب قد تكون خلف القوات المسلحة اندلع حريق هائل في سوق كامدن لوك الشهير في العاصمة البريطانية لندن من دون أن ترد أنباء عن قتلى أو مصابين وقال فريق الإطفاء أنه أرسل عشر سيارات إلى مكان الحريق الذي امتد إلى الطوابق الثلاثة الأولى وسطح مبنى السوق فقراتنا متواصلة وفيها بعض الفاصل ارتفاع درجات الحرارة في الشرق الأوسط ومخاوف من الأمراض أهلا بكم من جديد والآن إلى جولة الصحافة نبدأ جولتنا من صحيفة النهار اللبنانية التي عنونت تناول هذا النوع من الكربوهيدرات لن يزيد وزنك كشفت دراسة طبية حديثة أن نوعا معينا من الكربوهيدرات يسمى أن الشاء المقاوم قد يكون وسيلة فعالة للسيطرة على الوزن وفي التفاصيل تقول دراسة أن هذا النوع يقاوم الهضم ولا يمتصه الجسم بسرعة على عكس الكربوهيدرات الموجودة في الخبز الأبيض والكعك صحيفة البيان الإماراتية عنوانت لماذا يجب على كبار السن الاكثار من تناول الشوكولاتة أفادت دراسة إيطالية حديثة أن تناول الكاكاو أو أحد منتجاته وهي الشوكولاتة بشكل منتظم يمكن أن يحسن الأداء المعرفي والإدراكي ويقوي الذاكرة خاصة لدى كبار السن وأوضح الباحثون أن الشوكولاتة غنية بمركبات الفلافانول وهي فئة من المركبات الطبيعية المعروفة بفوائدها للأعصاب صحيفة القبس الكويتية عنوانت دراسة مكملات فيتامين دال تعالج أثار حروق الشمس أفاتت دراسة أمريكية حديثة بأن تناول جراعات كبيرة من فيتامين دال يمكن أن يساعد في علاج أثار حروق الشمس على الجلد ويحد من الالتهابات والإحمرار الناجم عنها وقال فريق البحث أن فيتامين دال يساعد أيضا على تعزيز الحواجز الواقية في الجلد عن طريق الحد من الالتهاب بصورة سريعة صحيفة الغد الأردنية عنوانت الأغذية البنفسجية سر الصحة والشباب أفادت مجلة إلي الألمانية أن الأغذية البنفسجية مثل التوت الأزرق والكرنب البنفسجي تعد سر الصحة والشباب حيث تعد غنية بالعناصر المغدية وتزخر بمضادات الأكسادة التي تحارب الشيخوخا إلى صحيفة اليوم السابع المصرية التي عنوانت دراسة اختبار المالاريا الحالي مفيد لتنبؤ بمخاطر فقر الدم قال باحثون إنه يمكن استخدام مجموعة اختبارات المالاريا الحالية لتحديد المرضى المعرضين لخطر الإصابة بفقر الدم بعد تلقي المرضى للعلاجات المعيارية ولجأ الباحثون في دراستهم لاستخدام اختبار التنبؤ من الأنيميا وانحلال الدم المتأخر بين مرضى المالاريا ومدى نجاحها تجلت منطقة الشرق الأوسط خلال الأيام الماضية موجة حر غير مسبوقة تروحت بين 51 و60 درجة مئوية خاصة في الكويت والسعودية والعراق فيما يتوقع ارتفاعها خلال الأيام القليلة القادمة مع تزايد المخاوف تجاه الأمراض المتعلقة بالإنهاك الحراري تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير تواصل درجات الحرارة في العالم ارتفاعها للعام الثالث على التوالي ولن يكون شهر يوليو الجاري استثناء لهذا الاتجاه المستمر منذ متصف العام 2015 شهر يونيو الماضي سجل ثاني أعلى معدل لدرجات الحرارة بعد يونيو 2016 كما سجلت العديد من المناطق في العالم خصوصا في منطقة الشرق الأوسط درجات حرارة قياسية في أواخر يونيو الماضي وأوائل يوليو الجاري وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية احتلت مدن عربية في العراق والكويت المراتب الثلاثة الأولى في قائمة المناطق الأكثر حرارة بالعالم وفقا لمحطة بلاسيرفيل الأمريكية مدينة العمارة العراقية جاءت في المرتبة الأولى من أصل 15 مدينة مدرجة بالجدول بأعلى درجات الحرارة بالعالم حيث وصلت درجة الحرارة فيها إلى 51.6 درجة مئوية لتليها مدينة مترب الكويتية بدرجة حرارة أيضا بلغت 51.6 درجة مئوية فيما جاءت منطقة حي الحسين بالبصرة ثالثا بدرجة حرارة تبلغ 51.5 درجة مئوية ومن ثم الكوت ومدينة بدرة في واسط ومدينة الناصرية وعبادان الإيرانية كما تتزايد المخاوف من حصول أمراض في العالم جراء مخاطر التعرض للشمس فيما تتواصل تحييرات الأطباء بشأن تفادي الضربات الشمسية طبيب الطوارئ بمجمع السلمانية الدكتور محمد أمان حذر من خطورة الإصابة بالإنهاك الحراري وضربات الشمس خلال هذه الفترة حيث تسجل فيها درجات الحرارة والرطوبة رقما قياسيا مقارنة بالأيام السابقة مؤكدا أن عوارض ضربات الشمس قد تنتهي بالوفاة إذ لم تسعف فورا فيما تشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة والرطوبة ستبقى مرتفعة خلال الأيام القادمة وقد تصل في بعض الأوقات إلى 45 درجة وصحوبة برطوبة عالية تفوق درجاتها 90% توصلت دراسة طبية أجريت في جامعة توهوكو في اليابان أن تناول الحمضيات مثل البرتقال والجريب فروت والليمون بصورة يومية يقلل بمقدار الربع فرص الإصابة بالخرف التحتوي الحمضيات على حامد الستريك ونوبلتين الذين يعملان على إبطاء خطى تراجع كفاءة الذاكرة أفادت دراسة دولية بأن هناك سلاحا قويا للتصدي للمالاريا يتمثل في العناية بالحدائق لأنه يساعد في القضاء على تجمعات البعوض النقلة للمرض بالتخلص من مصدر تغذيته واختبر الباحثون هذا النهج الجديد في مكافحة المرض في تسع قرى في منطقة باندياجارا في مالي غرب القارة الإفريقية ووجدوا أن إجمال عدد البعوض انخفض بنحو ستين في المئة ويعتقد الفريق أن البعوض قتل جوعا نتيجة لنفاذ مصدر غذائه قبل أن نودعكم إليكم تذكير بأبرز العنوين بعد احتلال دام ثلاث سنوات الموصليين يحتفلون بتحرير مدينتهم من احتلال داعش الهدوء يخيم على جنوب سوريا مع دخول الهدنة حيز التنفيذ القوات الليبية تنفذ عمليات تمشيطا واسعة في بنغازي بعد تحريرها من الإرهاب وصلنا إلى الختام للمزيد يمكنكم دائما مشاهدين متابعتنا على موقعنا الإلكتروني